تلت مواقع في مصر هامة جداً أول موقعة هي طبعاً موقعة التحرير مبارح ومطالب الثوار تاني موقعة هي موقعة مجلس الشعب ومطالب أعضاء مجلس الشعب والمشاكل اللي جوه مجال مجلس الشعب أولاً موقعة الثالثة وهي موقعة التجمع الخامس والمحكمة والقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس الصابق حسن المبارك وأعوانه الأستاذ فريدي ديب رجل زكي رجل مغامر ثعلب ديب طبعاً كل الاحترام ليه طبعاً قال بعد المرافعات الخاصة به دفاع عن الرئيس الصابق حسن المبارك وفجر زي ما نقول إيه قنابل كل الناس عمالة تسأل هل اللي تقال في المحكمة وقاله فريدي ديب في المحكمة هل ده صحيح ولا مش صحيح وإيه الصح وإيه الغلط هو ده اللي احنا هنحاول نتكلم فيه في الفقرة دي طبعاً مع بعض الأمور التانية اللي أنا قلتها تلات مواقع اللي فاتوا دكتور محمد فوزي عيسى المحامي بالنقض صباعة الخير يا فندم وهم شرفنا فندم صباعة الخير وأنا تشرفت بحضراتكم صباعة الخير يا دكتور وأدخل في الموضوع على طول محكمة الرئيس ونجليه وحبيب العدلي وستة من معاونيه العامة اللي هما ما لهمش علاقة بالقانون متلغبطين مش همين هي ليه بتاخد كل الوقت ده مش فهم نقعد نفك في أحراز كل ده وبعدين نترافع على يوم ولا اتنين ولا اربعة وكل واحد يعني ما مدى دستورية هذه المحكمة على بعضها كده أساساً وحضرتك السؤال بتاعك فيه يعني جزئين الجزء الأول المدة ومدى صحة مقيل في المحكمة والجزء الثاني الوقت اللي بتستغرقه المحكمات عموماً الجزء الأول الدفوع القانونية اللي أبداها الأستاذ فريد الديب وهو محامي متميز وزكي فعلاً ده فيه جزء كبير منه له أساس من الصحة قد تأخذ به المحكمة وقد لا تأخذ به المحكمة يبقى محكمة النقض هي الفايصل لكن فيه أساس له من الصحة بمعنى أنه اللي يعتبر فريق أو لواء مدى حياته يبقى لما يحاكم يحاكم أمام محكمة عسكرية هذا له أساس لكن الأساس ده مش مطلق بمعنى أنه فيه جانب قانوني وأنا شخصياً منهم ممكن أن يفسر ذلك على أنه القضاء الطبيعي هو الأصل في الأشياء وبالتالي بيجب أي قضاء استثنائي يعني اللي يحاكم أمام محكمة عسكرية ده بيعطى مش ميزة يعني بيعطى حصانة لمن ينتسب للمؤسسة العسكرية الحصانة دي لا تحول دون اختصاص القاضي الأصلي فإذا رؤية أن يحاكم أمام القاضي الطبيعي فلا منع قانوناً رغم وجود القانون العسكري ده رأيه قانوني قد تختلف حضرتك معايا فيه وقد يختلف معايا فيه الأستاذ وقد تختلف معايا محكمة النقض لكن دفع قانوني له أساس أعيز أفل هنا ثانية واحدة وهو أنه الناس اللي ضد المحكمات العسكرية بشكل عام حتى وإن كانت مع الرئيس المخلوع حسني مبارك الفكرة أنه القانون الاستثنائي أو المحكمة الاستثنائية اللي هي علاقة محكمات العسكرية تحديداً اللي فهمته والكلام برضو بعض القانونين بيقولوا عليه ده ليه علاقة بالقضايا اللي بشكل مباشر تتعلق بالأوامر العسكرية أو ليه علاقة بالطبيعة العمل العسكري بشكل مباشر إذن هنا ممكن يخضع لهذه المحكمات الاستثنائية ولكن لو قضية زي القضية اللي رئيس المخلوع بتحكم فيها إذا كانت إهدار مال عام أو قتل متظاهرين أو 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 ده بالأساس مرة تانية هو المحكمات المدنية إذا كان اللي حياتك بتقوليه هيبقى هو مناطق اقتصاص الخضائي العسكري يبقى الخضائي العسكري هو المختص بنسبة 100% بمحكمة حسن مبارك ليه؟ لأنه حسن مبارك لو كان أعطى أوامر ولو كان فيه دليل على أنه أعطى أوامر يبقى أعطى أوامر أثناء تأديل عمله وعمله وهو رئيس جمهورية من تفاش معه صفته كفريق أولوة يبقى المنتسب للمؤسسة العسكرية بحكم الردبة أثناء ممارسة عمله أعطى أمرا يمثل جريمة يبقى خضاء عسكري إنما اللي بقوله يخلي أنه ممكن القضاء العسكري يبقى مش مختص والقضاء الأصلي مختص مش مش مختص يعني لا يجب باختصاص القادة الطبيعي دي مسألة هتفصل فيها محكمة النعم أنا رأيي أنه القادة الطبيعي مختص قد تختلف معايا محكمة النعم إنما هو دفع قانوني محترم وكذلك سائل الدفوع القانوني إنما هو نقل بعد الدفوع القانونية إلى أمر متعلق بشخص حسن مبارك أو من ميلاده وإيجابياته وأمجاده ورجعنا الكفر مسلحة ويعني جعنا للتاريخ له كامل الحق أن يقول كده كمواطن يعني يعمل سرادق ويخطب فيه ويشيد بأي حد ونختلف معه ونتفق معه لكن ده مش مؤثر في موقفه كمتهم لا يفيد المتهم ولا يضره ويستفز المحكمة ويستفز الناس ده بقوله ليه أنا رايح مش بدافع عن حسن مبارك أمام الشعب عشان أقول هو أفضل أو نظامه أفضل أنا بدافع عن حسن مبارك كمتهم في قضية كذا لا أخرج عن حدود ما يؤثر في موقفه كمتهم فيه دليل علينا ديت عمر ما فيش دليل فيه كلام المؤثر في الموقفه أنقل من ده إلى أمور شخصية تستفز البعض ولا تؤثر في موقف المتهم ده قد يستفز ذلك المحكمة نفسها لأنها تقعد تسمع نصف ساعة كلام هي منهج دعابي سيادتك بعد إذنك أنا بقول أن الله يكون في عون القاضي تمام؟ الله يكون في عون القاضي الديمو ورق حيثبت أن الناس دي متهمين والناس دي إما يخدوا إعدام أو سجن أو الناس دي حتطلع في الآخر برقة برافع عليك تمام؟ الورق برافع عليك تمام؟ تمام؟ في ضغوط في مدان التحرير وبره كلية الشرطة وكل مصري ومصرية بأنه عايزين حد نعقبه لا مش عايزين حد عايزين ده نعقبه عايزين ما هو لازم حد حنعقبه مين؟ ولي على رأس الحد ده هو ده؟ طبعا ده حيث السؤال هنا لكثير من الناس بتفكر فيه هو هو للناس اللي تقتلت دي أو استشهدت هي استشهدت في يوم دي استشهدت في عدة أيام طبعا والعدة أيام دول 18 يوم تقريبا طبعا هو 18 يوم دول السيد الرئيس السابق حسني مبارك كان مثلا مقفول عليه في أم أم وما يسكنش بيسمع وبيشوف اللي بيحصل السؤال إنه هو يبقى عارف وما يخدش قرارا إن الحاجات دي توقف ده مش اتهام لي؟ طبعا ده مش اقول بقى ده مش دليل عليه أو دليل عليه هقول لحياتك أنت تطرق للنقطة بعفوية جميلة بتاعت شاب زكي زي الشباب المصري كله زي المصريين كله المصريين بالفطر الفلاح المصري حسن مبارك له خصوصية في هذه الخضية واي ليه خصوصية لي ده خصوصية دي حضرتك كان في العهد الباقي خصوصية سلبية ده خصوصية سلبية ده خصوصية سلبية اتفضل فلا أنا آسف لا العفل لا لا العفل له خصوصية في هذه الخضية وأنا بتكلم على حسن مبارك كمتهم مش كحسن مبارك موقف المتهم حسن مبارك له خصوصية في هذه الخضية انه لو الاوراق انطوت على دليل ضد اي من وزير الداخلية او مساعدي ايا منه على انه اشترك او امر باطلاق النار او قتل المتظهرين وما اعتقدش قضية بالحجم ده ما يبقاش فيها دي على حد المحكمة لن تكلف نفسها عن البحث عن دليل ضد حسن مبارك لن ولا لم لن ومش محتاجة تدور على دليل ليه لانه دليل مفترض لسببين الاول انه لما ضربت ضربت عشان احميك كحسن مبارك ثانيا انه انت رئيسي الاعلى فيفترض انك امرتني ولو ما كنتش امرتني فانت علمت ولم توقفني ده يتأكد ويتوافق مع الحديثك بدوله ليه كان في ام ام ولكن ما بيمارسش سلطاته يبقى يا امر يا لم يمنع يبقى هو الشريك فالبحث هيبقى عن دليل على احب مساعدين مش عليه هو ككابش فدى كمان لا لا ككابش فدى والكلام ده كله نقوله برا الحديث القانوني ماشي او نعمل محاكمة ثورية ونقتنهم كلهم بس ده لا نعيز اكلم فيه ده قبل يعني نخلص ده الاول طبق القانونية مهمة جدا انما اللي ده ما اخترنا القضاء الطبيعي فلابد من دهيل في الورق نعم لكن بقول لحيتك فيه خصوصية الموقف حسن مبارك ليه انه مش ان المحكمة مش محتاجة دليل اواضح مباشر ضده ده يكفي دليل ضد احد مساعدين احد مساعدين ده ضرب لحماية حسن مبارك ثانيا حسن مبارك ما منعوش واستمرت ضربة زي وحيتك بتقول اكتر من يوم يبقى هو يا اما لم يصدر امر يا اما علمة ولم يوقف صحيح طيب خلينا نرجع لفكرة المحكمات الثورية او نقدر اللي عمالين بنسمعه كل الناس بتطالب بالعدالة الناجزة احنا كناس مش فاهمة قانون فاكرين انه طبيعي لازم المحكمات تقعد بالسنين وفيه ناس تانية بتقول لها على فكرة قانونة ممكن محكمات تبقى وقت اكتر من كده فهل فعلا ممكن يبقى فيه محكمة القضية بهذا الحجم بتفاصيلها بمستنداتها بكل ده ممكن تهم في وقت قصير يعني قانونا ينفع هو قانونا والخضاء الطبيعي لازم المحكمة قدام حضرتك او الاستاذ الشاب الجميل اشرف فان استاذ اشرف فان كقاضي اللي بيتقول القضية احنا بمعنى ايه المحامين المحامين مش القضية القضية بيجي من اول جالسة عزيشتغل يجي المحامي يقول له والله انا عاوز اسمع شهادة فلان وفلان الف وربعمائة شهادة خمس تلاف هيقعدك خمس سنين وملتازم القضية ان يستوفي طلبات المحام فالطلبات دي ممكن تخسنتين والمحكمة في بعض القضاء وانا شخصيا لو قاضي كنت تابع من مدرسة دي ايه ما خدش بالطلبات دي واحكم ويبقى الحكم غلط والنقد يتنظره طب وبعا دي لو النقد نظرته ايه مهن هيتعاد تاني هيتعاد تاني انما انا يعني ماينفعش يبقى عندي طول البال زيادة عن اللزوم سؤال لا معلاش لو راحت للنقد لكن هو مش من حقه ايه لو راحت للنقد يبقى برضو مش هما مضطرين هما يسمعوا الرجود دي ولا لا النقد اللي هي تحاكم الموضوع النقد تحاكم القاضي تحاكم الحكم يعني تحاكم الصياغة بتاع الحكم مطابقة للقانون لا مالهاش جعب مين عمل ايه لكن لها دعوة ان انا اثبت بالدليل ان مين عمل ايه كقاضي مرحلة وصطرت الحكم تصطيلا صحيحا ما فيهوش خل القانون لكن مين عمل ايه يا بمعنى احنا بخاني القانون دي هات لا 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 مش هدا نفهمها من خلالتك خلاص لا 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 هستأذنك هستأذنك تركزي معا هحاول ورب حاول ثانيا لا انت انت عارفها بس يعني بتعمل انك بتعمل انك هتستفيد مني حاجة فضل لا لا عفوة ثانيا فضل التأدير الدليل ممكن انا اقول اه الحتة دي تثبت على فلان انه عمل كذا هو حر ودي قاعدة شرعية صحيح قادي بيحكم بما يقتعن به ضمير ولا يحاسبه الا الله فاختلاف القضاء في التأدير غير خاضع لمحكمة النقط لكن اللي خاضع لمحكمة النقط ان انا اقوله انا استمديت الدليل من الحاجة الفلانية وتأديري كذا معكمة النقط دي مهاش رقيب عليه لكن لو قلت الحكم وما قلتش الدليل عليه وانا استمديته من ايه خلل في الحكم تمام لو ما ردتش على دفع قانوني دفع قانوني بقى ملزم خلل في الحكم فمحكمة النقط لا تحاكم الموضوع لكن تحاكم الحكم فممكن جدا محكمة النقط تؤيد الحكم لانا مكتوب صح لكن عموما نرجع تاني للسؤال الاولاني بتاع الاستاذة الاطالة الاطالة بتبقى من اساز المحامين لانهم بيطلبوا طلبات كتير اوي والمحكمة بتستوي فيها وبعدين تحكم تمام المحكمة الثورية قانونية او لا الثورة بتتخطى كل الحواجز القانونية لان هي ثورة لها شرعية خاص كلها شرعية خاصة شرعية ثورية بس شرعية ثورية ودي اللي عايزة استأذن بقى حضرتكو فيها الشباب كده شرعية ثورية فورية يعني الشرعية الثورية ما ينفعش تستمر شعرين ثلاثة تقريب لفوضى يعني الثورة تقوم فورا تكسر كل الحواجز عشان تحقق هدف بسرعة حققته وسقط نظام نرجع بقى للأصل الأشياء نرجع للانضباط نرجع 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 عشان البلا ما تبضعش مفهوم فانهي حالة من حالات الثورات العالم كلها بيحصل في الحالة دي ممكن نطبق المحكمات الثورية يعني لما يحصل ايه نقول ان احنا نروح لمحكمة ثورية مش محكمات مدنية لو كان فيه امتى يبقى محكمة ثورية ايوة يبقى ده ضمن القواعد الأصولية المستقرة انما الثورة لا قواعد له فيبقى القائمين بالثورة هم اللي بيقرر وبما ان القائمين بالثورة ما لهمش قيادات مش هم اللي بيحكم فللأسف الشديد فللأسف الشديد مش عارفين نروح نحيان وده الخطأ الرئيسي الخطأ الرئيسي لأروع ثورة حصلت في التاريخ ثورة عفوية بلا ترتيب وبلا قيادة ثورة شعبية ما هي اي ثورة تبقى شعبية بس لها قيادة عشان لما تنجح القيادة باين تقوم القيادة في دماغها اول ما ننجح هنعمل كذا ما نجحناش خلاص بقى احنا احنا نصبنا بقى انما لان ما كانش لها قيادة محددة فجميع التيارات التفت حولها وكل تقال له فكرة مع فكرة طبعا عشان وقتنا بيخلص يا دكتور عايزة اسأل حضرتك مبارح طبعا كانت مظاهرات حشدة بتجوب ومسيرات بتجوب شوارع مصر كلها ونقدر نقول انه المطلب بعيد عن الناس اللي كان بتحتفل يعني الناس اللي شايفة انها مش نازلة تحتفل انها نازلة تستكمل الثورة المطلب الاساسي هو الاسراع بتسليم السلطة من قبل المجزة على القوات المسلحة لسلطة مدنية منتخبة والسيناريوهات مختلفة منها انه تسليمها لرئيس مجلس الشعب الحالي او انه يتم فتح باب الترشح انتخابات بشكل افضل بحيث احنا ممكن نبقى عندنا رئيس في شهر اربعة او ثلاثة او يمكن قبل كده حيك شايف المقترح ده اول نقطة التسليم الفوري للسلطة التشراهية يبقى احنا بنسلم الرئاسة للاغلبية البرلمانية والاغلبية البرلمانية من طيار معين مش معنى كلامي ان انا مختلف معاه لكن هو لما خاد الاغلبية ونجح نجح عشان يبقى عوده في مجلس الشعب مش عشان يبقى عوده في مجلس الشعب ورئيس دولة طيب ده بشكل مؤقت لغاية ما اللحين ما هو مؤقت ان شاء الله ساعة اساسها ايه اول انتخب عوده مجلس الشعب ما اقولش طب بقى تخليه كمان رئيس جمال لحد ما ما ينفعش لكن النقطة التانية اللحي تقولتها ان طيب ما نعجل بقى بانتخابات الرئاسة ممكن يعني هيتفتح باب الترشيح في نصة اربعة ماشي؟ قاعدين دخل نصة تلاتة ايه المشكلة؟ نصة تلاتة انما خلال الفترة اللي قبل فتح باب الترشيح وده مهمة لازم الدستورية تعمل صح لان هو ده اللي هيحكم ويحدد صلاحيات الرئيس نعم والنظام المقبل هالنظام رئاسي ولا برلماني فده لازم الاول تعملي عملتي في يوم افتحت باب الترشيح ثاني يوم انما تديهم دلوقت الرئاسة ده مسألة غير دستورية وغير الشرعية ومالاش اياسات بقى حضرتك انا عارف ان حضرتك محامي وفي نفس الوقت شكلك داخل في السياسة في فرق ما بين السياسة والتفكير الثوري؟ السياسة السياسة اصول سابتة السورة بتبقى صورة ضد من خرج على الاصول السابتة فالثوري سياسي لانه شاف ان الاستاذ ارشرف خرج على الاصول السابتة فبيعمل ثورة عليه وبيش عامل ثورة عشان بينه وبين اكتار فالثوري سياسي السياسي ممكن ما بقاش ثوري ممكن يبقى سياسي هادئ معتدل وده لون مطلوب دكتور محمد فوزي عيسى المحامي بالنقد بشكر حيك شكرا جزيلا وبعتقد هي بالينا لقاء اخر بصفة حضرتك السياسية يمكن مرة تانية نفهم اكتر تفاصيل انت تفهمين كل حاجة ربنا يخلي حضرتك لسا مكملين نهارك سعيد وعندنا فقرات بعد كده صح؟ صح حالي كمان